بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد عليه افضل والصلاة والسلام. اهلا بكم معاملين ايه? معنا فيديو جديد وفيديو النهاردة ريفيو عن المفرش السيليكون اللي طلع معي في روتين الفجرية. اللي ما شافش روتين هسيب لكم لينك في في التعليقات تحت بازن الله. المفرش ده سألوني ناس كتير عنه استغراماته فقررت اعملكو ريفيو سريع عنه. يلا بينا والريفيو. اولا المفرش ده مش بستغنى عنه خالص هو السيليكون خامحل واقوي تقيلة. طبعا السيليكون بيستحمل درجة الحرارة درجة الحرارة زي ما احنا عارفين. زي كده اوالب السيليكون. اه انا بحط فيه كل حاجة. انا حتى فيه دلوقتي بطاطا. بعمل فيه الفراغ بطبلها. السمك السنجاري البوري البنيه اللحمة المشوية الكفتة بعمل فيه كل حاجة. حتى بيتعمل فيه المعجنات والمغبوزات كل حاجة بتتعمل فيه. حواليكو دلوقتي كمان انه هو هنا كنت عاملة فيه كفتة. آآ نضافته سريعة جدا. بدل بقى دعك بقى الصواني والحاجات دي. آآ ما بيسيبش زي ما انتم شايفين كده. يعني السنية دي او ده مش سنية ده يعني غطى حالة تابروير. هتتغسل بليفة كده السريعة او مطرح البطاطا هواليكو ازي انا ما شيل المفرش. مش هغسلها خالص. هتبقى نظيفة جدا. فهي نضافة. بتحوتيها في اي سنية عندك في اي صوج عندك. بتحافظ شايفين? مش هخسلها خلاص. يعني انا هشيلها على كده. نضافة بقى المفرش سيليكن نفسه سهل جدا. مية بصبون وبتنقعيه شوية. ولو مية صوخنا طبعا هيبها افضل. آآ سعره في حدود خمسة وتلاتين جنيه بيتبيع وهو كله خامة واحدة في الاسواق يعني مش مش خامات. آآ حلو جدا انا هنقعه كده وبايدي كده كل السوس بتاع البطاطا كله نزل فيه. بدل ما ينزل بقى في السنية والصوج ويحرق لك الفرن ومش عارفة ايه. فده انضف واحلى حاجة جدا. بصوا بقى الاستخدامات هتقالقوا على الشمال اهو ده بنيه بتعمل فيه المعالجنات آآ البنيه الصحي المغبوزات آآ كمان بيستخدم كقاعدة للآآ زي كوستر كده لحاجات السخنة. كمان الاستخدام ده اكتشفته رهيب بتاع والي بالشوكولاتة بس لسه ما استخدمتهش. ان شاء الله هستخدمه. كده خلاص انا انا قاعدتها شوية وهحط بقى المية وبفرشة كده. وهشيل بقى كل ايه الحاجات اللي هي لزقة فيها. بسهولة بتطلع وبتشطف وتصفى. ولا اسهل. آآ حلو جدا نظافة وكمان ممكن تتحطها على الصفرة كمان في التقديم كمان عليها الاكل. بتبقى زريفة برضو. آآ فهو صراحة يعني اختراع. سهره حلو جدا ونينجا صراحة يعني حاجة جبارة. فانصحكم بيا بنات اللي هتجيبو بقى او اللي عندها وتستخدمو. تبعتلي بقى التطبيقات بقى والصور اللي هي عندها مستخدمات زي. ولو حد عنده استخدامات تاني انا ملتهاش يقول لنا في التعليقات يفيدنا بيها. وآآ وعزة صور بتاعتكو بقى على الانستا او على الفيسبوك. حطوكو اللينكات بازن الله في وفي التعليقات تحت. آآ اتمنى الريفيو السريع ده يكون عجبكم. تنسوا لحد يستفد. آآ لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل رمز الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.